شفنا كيف منقدر نلاقي element باستخدام الاندكس تبع هاي الليست طبعا هاي شغلة بحب بحكي لكم ايها انه هاي الget اللي احنا شفو سويناها هون .get هي مش من السيلينيوم هي عبارة عن اشي من java utils اذا بتتذكروا بدورة الجافة او بدورة programming languages احنا حكينا عن الليست of items فهي فعليا هاي الاشي اللي هي ال find elements لو نيجي احنا نشيل كل هاي الشغلات انا بس بدي اشوف في driver.find elements غير نشوف ال error وهذا ال error ليش عطانا اياها لانه فعليا ال driver.find elements هي بترجع اشي اسمه الليست الليست لشو للويب elements زي هيك بترجع لنا list of web elements او انه بترجع لنا اكثر من web elements وبتخزنها كلست وخلينا نعطيها اي اسم احنا بدنا اياها خلينا نحكي مثلا الكورس list زي هيك فهاي الليست تعيتنا هي عبارة عن كل ال elements اللي لها نفس هاي ال items هولي هم تسعة اذا بتتذكروا فعلا لما نيجي نعمل هون نعمل import للكلاس فهيك بكون عنا هاي ال variable وهاي ال variable هي عبارة عن list of web elements فهلا هاي ال variables اللي هي الكورس list في الها functions مثل ال set اذا بدنا نضيف اشي ثاني بنقدر نعمل get اذا انه احنا بدنا نجيب اشي معين وهاي ال get اللي احنا استخدمنا فلما حطينا احنا ال index زي هيك التمانية ورجع لنا هاي ال web element فلانه احنا عم نرجع element وحده فبهاي الحالة احنا بنقدر نخزنها بال web element بنقدر نعطيها اي مثال على سبيل المثال اي اسم بنقدر نعطيها اللي هي css فهاي هي الترتيب تاعها هلا اذا استخدمنا find elements فهي بترجع لنا list of web elements ولما نستخدم ال get هي بترجع لنا element واحدة من هاي الليست عشان هيك احنا خزناها بال web elements او انه بترجع لنا web elements اذا استخدمنا هاي ال get وبرضو كمان باستخدام هاي الليست احنا بنقدر يكون لنا access على size لو احنا حبي نعرف كم عدد ال elements اللي موجودين فيها فبهاي الحالة احنا بنقدر نبعث او انه نطبع course list لو نيجي نكبس . غير نشوف انه فيه اشي اسمه length او مش length of one هي اللي هي اتوقع انها كانت set size هايوا اسمها size فمن خلال هاد الفنكشن اللي اسمه size احنا بنقدر نعرف كم element موجودة بهاي list فعلا لما نعمل نيجي احنا نعمل run غير يفتح الموقع يجيب كل هاي ال elements يخزنها بال list نجيب size تاعها ونعرف عدد ال elements وبعدين انه نطبعها هون بال terminal غير نشوف انه طبع لنا التسعة هون هاي التسعة من وين اجت اجت اللي انه هاي هي عدد ال elements اللي موجودين بهاي list من وين اجو هادولة التسعة من لانه كل هادولة التسعة اللي هم هاي selector اللي هي class اسمه course list وهما كل ال list item اللي موجودين تحت الكورس list فهدول هم التسعة اللي متخزنين بال list فاللي حاب احكي لكم اياه بهذا الفيديو انه احنا اي اشي لما نستخدم driver.find elements احنا منخزن الاشي او هاي driver.find elements بترجع list list of elements فاحنا منستخدم list وكل list احنا حكينا بالجافة لازم نحدد نوعه فعشان هيك احنا حطينا list of web elements فهاي التاج معناها off بمعنى اخر بالانجليزي list of web elements اسمها الكورس list وهاي بنخزن فيها كل اشي برجع من هاي driver.find elements بعدهم باستخدام هاي list احنا منقدر نعمل get لاشي معين منقدر نعمل size وغير نشوف كمان كيف احنا هاي trick راح نستخدمها لقدام انه لما نتأكد اذا سبيل المثال بدأ نكبس على كبسة اذا كانت موجودة او لا فاحنا نتأكد انه size تاعها هو اكبر من صفر على سبيل المثال فغير نشوف كيف في امثلة راح نستخدم فيها نستخدم فيها course list.size او list size بشكل عام فهذا الفيديو وكل اشي له علاقة بالfind elements وخلينا نبدأ بالفيديوهات الجاية ونبدأ نعمل actions زي click زي send text كل هاي الشغلات فخلينا نشوفكو بالsection الجاية